اذا عدنا حديث القاهرة مع عالم التكنولوجيا مع عالم الزكاء الصناعي مع عالم التطبيقات الزكاء الصناعي احنا اصد حالة غريبة عجيبة جديدة على العالم كله على الانسانية تستدعي ان احنا نحاول ان نفهمها خصوصا هذه الدرجة الهائلة من الاعتماد على تطبيقات الزكاء الصناعي في الفطفضة الناس بتتناقش بتقول بتسأل بتتجاوب بتتساءل بتتشاور مع تطبيقات الزكاء الصناعي ده يودي فين في اثره النفسي على المشاعر على الافكار على الوجدان على العقل خلينا نروح الى خبيراتنا الكبيرة دكتورة ردوة فرغالي المحللة النفسية والاستشارية العلاج النفسي اهلا بيك يا دكتورة منورانا اهلا بيك يا نور حضرتك وفريق البرنامج الله يحفظك فان احنا منكلماتي على تطبيقات الزكاء الصناعي المتعددة احنا ما اسأله وهو يجاوبني انا ما استشيره وهو ينصحني انا عايش معاه تقريبا الى اي درجة احنا منكلم على اثار نفسية نتيجة هذه العلاقة بينه وبين هذا التطبيق بتظهر العلاقة النفسية سواء سيئة او ايجابية بدرجة الاعتماد على التطبيقات دي بحسب شدة ارتباطي بيها بحسب ثقة فيها بحسب كمان بعضي عن نفسي او المحيط الانساني اللي انا مرتبط بيه كل ما غابت نسبة الفتفضة الانسانية مع جاري مع صديقي مع شرك حياتي مع اولادي بدور على شيء اخر بديل يستوعبني فلو استوعبني بشكل كامل ده له تأثيرات كتير زي العزلة هو هيقدر يستوعبه بشكل كامل تطبيق ده من وجهة نظره من وجهة نظر الشخص اللي بيلجأ له مش بالواقع فيه جاب ما بين الاتنين فاذا تم الاعتماد عليه وتصوره انه مستوعبه على عكس المتوقع ده بيزود من العزلة بيزود من الاحساس بعدم الامان بيزود من الاحساس بالوحش النفسية بيزود من الاحساس الاغتراب النفسي يعني انا لما بروح للتطبيقات دي واعتمد عليها وكأني اعمق العزلة بتاعتي عن البشر وعالناس اللي حولين مع انه انا بلجأ لها عشان اتخفف من هذه العزلة او الاحساس بالوحدة او الاغتراب ايه اللي خليني اروح لها ان انا مش لقى حد يجيبني ربما انا مفتقد للتواصل مع الناس البشر العاديين او ربما انا متصور كده ربما انا شايف ان فيه ثقة في هذا الكائن او الروبوت انه مش هيفش سري انه مش هيعيرني انه مش هيبصي لي بصة وحشة انه بينه وبينه احساس بالوحدة المشتركة لانه التواصل مع الناس اللي هو برضو بيحتاج تكلفة نفسية بيحتاج نضجي نفسي بيحتاج وعي من الطرفين فيه هنا طرف متحكم والطرف الاخر مجرد مستقبل ودي صفة مش موجودة في معظم الناس اللي بتكلم معي مسمعونيش يقولك ممسمعش او بيسمعك وانت قلقان منه وخايف منه فبتلجأ لشيء هو بالنسبة لك اقمن بس هو مش اقمن اللي انا بلجأ ده بقى هل احنا بيكلم على اجيال صغيرة وشابة ولا بيكلم على ناس كبار لا اتصور من كل الاعمار كل الاعمار ممكن تعمل دا الاطفال والشباب بيلجأولوا من باب الفضول وانه حاجة جديدة ومواكبة لهم والعقولهم والناس الاكبر شوية بيلجأولوا من باب ان احنا خلينا نجرب والناس الاكبر قوي ممكن ديو كل اقل الشريحة الاقل اللي بتلجأله بحكم اسباب كتير ولكن ممكن من باب التجربة او الفضول بيجيب اجابتهم مين يا دكتور من المدخلات المدخلات اللي بيعملها المدخلات دي هو الفضاء المعرفي اللي هو بتحصل عليه من المعلومات ولا اللي انا بقولهه له لا هو الزكاء الاصطناعي محتمد على امداد البشر له بكم هائل من المعلومات عن موضوعات مختلفة وبالتالي هو بيرجع على قد ما بتديله على قد ما هو بيديك لكن هو ما عندوش خبرة فردية او خبرة ذاتية هو بيعتمد على حضرتك بتمده بيه يعني انا اصد سؤالي انا الشخصي له بيعتمد على المعلومات اللي انا بقوله له يعني بحكي له قصة حياتي ويالله حصله بتاع فبينصحني ولا هو عنده خبرات من كل ما يأتيه يعني بيمديني بيها هو عنده خبرات من كل ما يأتيه بيحاول يفند منها الشكل الخاص اللي حضرتك بتسأله عليه او بتدهوله فهنا الخدعة يباني انه بيكلمك انت شخصيا لكن هو مش بيكلمك شخصيا يعني لو ردوة كلمته نفس السؤال بنفس المعلومات هيديها نفس الاجابة لو استاذ ابراهيم كلمه بنفس المعلومات بنفس السؤال هيديه نفس الاجابة وده الخطر المعرفي والروحي والنفسي شوية انه ما فيش حالة خصوصية حقيقية انه ما فيش عندك كائن حقيقي بيمدك بشيء يحتويك او يطبطب عليك او يديك معرفة او يديك وعي او يزيدك من الخبرة في الحياة فيطور حياتك ومعلوماتك ده مش موجود طب هنا هل ممكن كمان يديني نصائح صحية نصائح العلاقة بالطب يديني توجهات لعققير واللي هو ما بيروحش للمنطقة دي هو في كل المجال الصحي والطبي حصل ثورة هائلة في العلاقة بين البشر والزكاء الاصطناعي وحصل افادة متبادلة الحقيقة واقلهم احتكاكا بي او هكذا يجب ان يكون هو الطب النفسي او العلاجات النفسية لكن هو بيساعد فيه بيساعد فيه تحليل البيانات كويس جدا يساعد كأداة تشخصية كويس جدا بيساعد الطبيب المعالج ولا بيساعد المريض الاتنين بس في التشخيص طبعا بيساعد الطبيب يساعد في اعطاء بعض النصائح او الارشادات او التوصيات النفسية او الصحية لا انا لا انا من المدارس النفسية القديمة اللي بعتمد اكتر على العلاقة بيني وبين المريض بتاعي لما بيجيلي العيادة لانه ده ما يعجز عنه واتصور انه سيعجز عنه والزكاء الاصطناعي انه يخلق الحالة الحميمة واللي هي نص العلاق تقريبا بينك وبين المريض بتاعك حالة التواصل الانساني لكن كونه يكون قادر على التشخيص لوحده او العلاج لوحده او يقوم محل الطبيب ده الى الان مستحيل واتصور انه سيكون مستحيل في العلاجات النفسية او المجال الصحي النفسي او ما اللي انا بلجأ له ليه اذا كان غائب عنه دول الطبيب خالص لا هو مش غائب خالص هو بيديك بعض الارشادات الدخلة يساعدنا في التقييم النفسي في التصحيح في التشخيص ده الطبيب انا كمواطن حضرتك كمواطن قاعد بالليل اللي بتكلمه انت مثلا شعر بالقلق شعر بالتوتر بتدخله بعض الاعراض هو بيديك بعض النصائح او الارشادات او العلاجات حسب ما يسمى بين المزدوجين اللي بتريحك شوية او بتساعدك لكن الحقيقة ان ده في يمكن حضرتك فاكر الحادثة اللي حصلت من كم سنة لما لجأ للشات الشاب البلجيتي وكان بيتكلم انه متوتر او قلقان جدا او مكتئب من ازمة المناخ وقاعد يطور الكلام يطور لحد ما قاله في النهاية الحل هو ان تتخلص من نفسك وامن تحر فلا احنا قدم مسئولية حقيقية في الموضوع ده لكن هو يمكن ان يعطيك بعض الارشادات المدخلة له ان هو في حالة كذا يقول كذا زي اللي تلاقيها في الكتب نلاقيها على المواقع نلاقيها اي حد ممكن يقولها لكن مسألة العلاج كعلاج كأداة صحية عميقة تحليلية خاصة بالانسان ده بعيد عنه تماما انما انا اذهب اليه لانا عندي مشكلة حسب العزلة على الاخرين مش امن للاخرين او يعني تتكلم في الحاجات العامة انا متضايق فيقولك او اعمل رياضة او اعمل اقرا كتاب او اخد شوار او اعمل ميديتيشن ولا الدراجات يبقاش عندنا صحاب ولا ناس كبار نكلمهم ولا نأتمن اليهم ولا اهم لان الله نوع جنبها عسرين ونحكي لها انخليت بلد بس طبعا ما بقى زي الاول يعني حالة الوحشة النفسية او عدم الونس او الانشغال او الحس الاستهلاكي بالمعنى النفسي والروحي اصبح خلى ده شوية ضئيل او ضانين لكنه موجود اه موجود واحد من اللي بسميها العلاجات النفسية الزاتية هو انك تلجأ لصديق لقريب او حبيب او اي شريك حياتك كان في تعريف الله رحمه احمد زكي وعيد من الذي وكان اول مبارح يقولك الطبيب النفسي صديق بأجر ايوه ففي طبيب صديق بغير أجر هل تعبالت حضرتك مع حالات عاشت مع التواصل مع التطبيقات دي او وصلت لدرجة ادمانها اي او عندي ناس عندها ادكشن علي وعندي ناس رجعت وهي اكثر اكتئابا وقلقا منه بترصدي ده ازاي بقى هو المريض بيجي يقولي او الشخص حتى لو مش مريض هو بيجي يقولي في وسط الكلام بيتعافى ازاي ان يحفظ المسافة الامنة بين وبين هذا الشيء اذا كان من ضمن العلاقات الصحية ودي ايه بتاعها حسب ما بقول انك تحفظ المسافة النفسية الامنة بينك وبين الاخر فمن باب اولى انك تحفظها بينك وبين شيء هو مش اخر حقيقي فدي نمر واحد نمر اتنين انك تلجأ لاشياء انسانية بشرية مهما كات عيوبها يعني لما يجيني مثلا يقولي لا انا جربت البني ادمين والبني ادمين غضرين او ما بينفعوش او باي سبب لا انت دور على شريك حقيقي سواء كان صديق او جار او زميل او حتلاقي افضل كتير من انك تلجأ بشكل كامل لهذا البديل غير الصح مع احترامي طبعا للدور اللي بيقوم به معنا كدور تشخيصي او كدور تقييمي او دور مساعد سؤال اخير يا دكتور هل وسائل تواصل اجتماعي هي احد الاسباب اللي خلت الانسان يروح للطبيقات دي يشاورها ويسألها ويعيش معاها يعني وسائل تواصل اجتماعي بدل ما تبقى تواصل اجتماعي عمل انعزال وعزلة وقصام ورهاب هي التطور مش عايز اقول الاسوأ عشان ما افهمش غلط ان انا ضده لانه هو بيساعد بس هو التطور الاكثر حدة منه بعد ما كان الواحد بيكتب على الفيسبوك مثلا انا عندي كذا وحاسس بكذا وحالة الاستعراء الكاملة اصبح لا مش عايز البشر كمان حتى يساعده بشكل افتراضي هو بيروح لشيء بينه وبينه نوع من الوحدة ومش عايز اقول خصوصية لانه هو نوع من الوحدة انا وهو عاديل بجهاز لوحدها ده بيزود اه بيزود تخيل حضرتك اعاد مع آلة تتعود عليها وتحكي لها اسرارك وهي تبدأ تنمي من نفسها او ينميها الاخرين عشان تبدأ تحل لمحل البشر فانت نفسك مع الوقت تتحول بشكل نفسي الى آلة ويخفض جواك كل الاحاسيس الانسانية النعمة والدفية فتفتقر للدفع الانساني في مقابل نوع من الخشونة او عامل زي كطع الحديد لما تحتكب بعضها فيصبح البشر غرباء هل احنا عندنا احصاءات او دراسات بتقول لنا ان اي حد هذه اصبحت ظاهرة مهمة كبيرة او لسه في بوادرها انا برصدها في عياتي لكن ما عنديش تحت ايدي حاليا دراسة لكن اقدر اقول انه هي موجودة بين الناس الاكثر قلقا والناس الاكثر خوفا والناس الاكثر انعزيلا او عدم قدرة على التفاعل الاجتماعي وتحمل ضربته او فطرته النفسية الناس المفتقدة للمغامرة النفسية المفتقدة لفكرة القدرة على البشر و بكل حلوتهم و بكل متعبهم في شيء حي في فرق بين ان انك تعيش في مركبة فضائية مهما كانت مجهزة و انك تعيش في بيت او في كوخ على في مكان زراعي او كذا الاحتكاج بالحياة دي ينتج مدخلات نفسية و مخرجات مختلفة تماما عندك حتى لو عملت لها ألفة نفسية الألفة والاعتياد لا يعني ان هما صحيحين هي يعني جان بول سرسر ربما يعني كان شايف المستوى اللي قالك الآخرون هم الجحيم فخليك في الزكاة الصناعية شكرا جدا دكتورة عارضة فرغاليا شكرا للغاية شكرا 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 لكم الى فاصل شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة